يا أهلنا في صنعاء قريبا سنكون بين صفوفكم قالها الرئيس هادي رسالة أم ندى لا فرق فالمضمون وصل ومن مكان قريب هذه المرة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في معرب وقوات الشرعية تقترب شيئا فشيئا من العاصمة صنعاء ربما كل ذلك دفع بالرئيس أن يبشر بالتحرير ويقول سنحتفل قريبا بعاصمتنا وكل المحافظات الباقية سنحتفل قريبا بتحرير حاصمة ناسا أبرز ما حملته زيارة الرئيس هادي إلى محافظة مارب التي وصل إليها قادما من مقر إقامته المؤقتة في الرياضة التبشير بالتحرير والتطهير كما قال من الفئة الباغية تبدو فكرة الزيارة المفاجئة وحدها مجردة من أي معلومات إضافية عن بقاء الرئيس ونائبه في محافظة مارب أو مغادرتها وما عدى ذلك هو ما أورده هادي في كلمته أمام القيادات العسكرية حينما أكد أنهم لن يعطوا الإنقلابيين ما يريدون وأضاف أنهم يخوضون صراعات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب توجههم نحو تشكيل حكومة ثلاثية بينما كشف هادي عما دار بينهم والأمم المتحدة أنهم إذا أصدروا أي بيان بشأن الحل السياسي فإننا لن نذهب للمشاورات مجدداً يحضر الملف السياسي إذن بالتوازي مع الملف العسكري كأبرز الملفات أمام هادي لكن أهمها جانب التحديات العسكرية التي تسببت بتبعات منذ تحقيق الإنقلاب في مارس العام قبل الماضي وإسقاط صنع في قبضة المتمردين الحوثيين تزامنت عودة الرئيس ونائبه إلى مأرب مع ارتفاع وطيرة القتال على أكثر من جبهة بين الميليشيا والجيش الوطني والمقاومة في عدد من المحافظات كتعز ونهم في صنعاء والبيضاء وشبوة في تصعيد لميليشيا الحوثي بعد تعثر في الجهود الدولية للملف السياسي الذي أخفق في إيجاد الحلول في مشاورات الكويت مأرب التي تستقبل هادي كانت من أولى المحافظات تحرراً من الميليشيا بعد الضالع ولحج وعدن وهذه الأخيرة عاد إليها الرئيس مرتين متتاليتين في غضون أشهر لكن زيارته الثالثة بعد عدن في جنوب البلاد إلى شمالها في مأرب حيث تأخذ هذه الزيارة رمزيتها كأول محافظة في شمال البلاد تستقبل الرئيس ونائبه منذ إسقاط العاصمة في قبضة الإنقلابيين الذين يتمركزون في نطاق جغرافي غالب في شمال الشمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر